يخرج فجرا وينتظر لساعات طويلة عسى أن يجد عملا يساعده على متطلبات الحياة اليومية أحمد علي قضى أكثر من 15 عاما بصفة عامل ببناء المنازل بعد فقدانه الأمل بالتعيين الحكومي والقطاع الخاص نعاني ماكو شغل هان نطلعنا بسبب سبع تيام شغلنا يوم ويوم وين وخمسة عشر الف عشرين الف شن يجي تسويين كيش ماصر وقاعدين لا شغل ولا عمل وتفاجأنا بعيد العمال اليوم يعني صدق تفاجأني هو شغل وين على تعيد العمال موجود والله من زمان ناقابل ذبنا بالعمال وين ما روح ماكو تعيين لا بينا بالعمالة وشغل ماضي هاي يوم تشتغل يوم قاعد وهان موقات يجينا حتى سبع تيام وخمان تيام بدون شغل ومع ذكرى عيد العمال العالمي ما زالت الشركات الأجنبية العاملة بالحقول النفطية والمحلية المنفذة لبعض المشاريع داخل المحافظة تستقطب العمال من خارج البلد والشاب البصري جليس الدار وبعد الاعتماد على تشغيل مختلف الجنسيات وترك العمالة البصرية زادت نسب البطالة وتعاطي المخدرات بين الشباب يدخلون علينا كلها أجانب وهي الشرائق ظالة ما يشغلون لا واحد أراغي ولا بصراء وشلاء البصراء وما يشغلون الدوم يطلع لهم حية بس بحيث عود البصراء وما يشتغل عود المقاضين لا خد ولا هاي كلها شرائق جايطة كلها الأتراك داخلين الروج داخلين اليابان داخلين حتى الإيراني داخل هناك منه بالهارثة المحطة الكهربائية ما الهارثة تندلعي داخلين بيه حتى إيراني ندر عيد أموالي والله مو أموالي عالت أموالي شين عيد يا شاخر مظلومين عائلة كلها مظلومة شباب عطالة بطالة كثرة المقدرات العصابات المافيات ويأمل مختلف العمال هنا بالمحافظة بزيادة مستحقاتهم المالية وتعديل القوانين المجحفة بحقهم أثناء العمل للتغيير يونس الرباعي البصراء اشتركوا في القناة